اشتركوا في القناة 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 يجب أن يتطهر المريد أن يتطهر بالماء يتوضى من الحدث الأصغر ويختص من الحدث الأكبر الحدث الأصغر ويختص من الحدث الأكبر الحدث الأصغر الشيخ أقوى الشيخ أقوى السخة جميلة معناه ودو وجب داخله حياتنا وتكوى الريحة تفاهم منه وقليفة نهابة الحدث الأكبر ويجب أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برؤه فإنه يتعمم في حدث أكبر وعندما يمتعون في تحديد الموضوع لكنه يجب أن يغير تصميم الأمر يجب أن تفعر تصميم الأمر وكذلك يجب أن تفعر تصميم الأمر فهل يجب أن يكون أمر أمر فهل يجب أن تفعر تصميم الأمر كانت عامة فعلها بإيطانه إن لم يستطيع التطاخر على نفسه يوضعه أو يمومه شخصا آخر طيب نشتغسني كارتن بحقو مسلا وراح ركرة غرساله ودي سرور غرساله تيموم سرور غرساله سبحان الله شلال هم بودي وهم بو لبو هم بو قل هم بو نوكد نيس أدام أريخ ودي أقول الوضوء سأقوله أعو قرصها أكا أعو قرصها أكا أريخ سأقوله تيموم تمام إذا كان في بعض عضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمررها عليه فإنه كان المسح يهيسر إذن فإنه يتهمه اكاو محا أقلإ من ينكرة نفسه لي برعملنا فإنه يجب أن يدخل أصلافه وإنكاله لأنه ستأخذي سنجد أصلافه في سبيل المضائي فإنه يجب أن يدخل أصلافه إذا كنت أفضل عليها فإنكال أصلافه، فإنه يجب أصلافه قد تأخذ للمعامر كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسع عليه بالماء بدلاً عن قسله ولا يحتاج للتأمم لأن المسحو بدل القسله تمام جبس سنبخ ديب انسان لك نيوكرته ونان نيوكرته ونان نيوكرته وري لفافة تلفافة في سنبخنا بشاشة بماشد نابه وري دانقاسين اقلو وري قلاسين اقلو وري جبيرة في نهاية وايض وري جب希 صنبخ قلو وري بري كل شيئا بضيان كذلك يجوز عن يتينم الجدار على شيء طاهر له قبار يعني بتوانقا 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 مسلا جوا قرفة المبارك انتي لا أقول لكو دي انجدار انتم برضيبوا قبار وانا انديبوا قرسة او اي مكان انسان بضيبوا يمسرقوا قرسوا معنى حلقة انجابروا ينسانك اذا لم يمكن التهمم على الارض او الجدار او شيء اخر له قبار فلا بأس ان يوضع تراب في اناء او منديل ويتمم به ارسلاني قبار حيث اتقلقلاني نيوك رخام دي فرش دي رخام حاجات نوع تكون بتا راكل ناسانه قلو مانيل يمهم ساق ورمان دي اللي ورأي اي راكل ناسانه قلو مانيل يتيمم ساق معنى اذا تيمم لسلاة وبقى على طهارة الى وقت الصلاة الاخرى فانه يسليها بالتيمم الاول ولا يعيد التيمم للسلاة الثانية لانه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يقتلها سانه انت ايمم اسيق بالضبط ودو سانك انت ايممني اخو ان داخن بك بطلاني سلاة لينغ الفرد ينغ ارسله يسير ربهم قرسوك واذا تيمم عن جنابة فانه لا يعيد التيمم لانه عنها الا ان يحدث له جنابة اخرى ولكن يتيمم في هذه المدة عن الحدسي الاسقر طيب يجب على المريد ان يطهر بدنه من النجاسات فان كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه طيب المريد اني في خصي اي نجاسة بولد يعي رولي شاو يجب على المريد ان يصلي بثياب طاهرة ولنقن يجب على المريد ان يطهر بدنه من النجاسات ان في خصي طاهرة على شاو فان كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه قرسلاني حرك صلى قرسل 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 لا اخو الا اقلو قدم اخو الا اقلو اه اه انا خنبا اوالس ليسك وانو ديبو نجاسة وانو ديبو قرسل قرسل الحركة حركة هاته فصيحة وانو ديبو عادة طيب يجب على المريد ان يصلي بثياب طاهرة فإن تنجثت ثيابه وجب قصلها أو إبدالها بثياب طاهرة فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه نفي قد نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسو نيسرنيل نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسو صلاتيق طهارت إن قصت صليسو اللي يلي نروكد إعادة سيقن ولي نروكد دميقن يستقو الله صليسوما إن شاء الله صلاته صحيح أنقام ليس الشيخ بن عسيمين يقول لهم رحمه الله يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه وجب قصله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرق عليه شيئا طاهرة فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة لا إعادة عليه طيب نينسيوها لكم قد نفي قد نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسو كبو سرنا نقول لهم نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسوك إن أكان ننبغوا ديبو ننسيوها نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسوك وإن يقولون أنه سليسنو ينفي قطر طاهر أخرشاق يرسنى له طاهر أخرشاق إن أكان ننسيوها قد طاهر أخرشاق طهارة البدن وطهارة اللبس وطهارة المكان النسيوها نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسوك كان نجاس لصليسوك نسرنا نجاسات مقصية عيرا قلاصلة صليسوك نفي قصية عيرا قلاصلة صليسوك إعادة أكود على شخل الدماء لأنه وريف استطاعت شخل وحرج شخل الله سبحانه وتعالى ياب واتقوا الله ما استطعته لا يجوز للمريد أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز آكلاني لا يجوز للمريد أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطخر بقدر ما يمكنه يسلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم طيب واجع قلنا ابنينان إن شاء الله إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج باستمرار فإنه لا يتوضى الصلاة الفريدة إلا بعد دخول وقتها فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئا طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه ثم يتوضى ويسلي وهكذا يفعل كل صلاة مفروضة فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أما الصلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها إلا أن يكون في وقت فريدة فيكفيه الوضوء للفريدة إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج منه مثلا ببول يخرج من شخنا بحكم السر يعني من يفرح لنا من يفرح لكم فإنه يفرح لنا مصابا قد تتعرض لنا ويذلك يكون مخصصة لغاية الأعلى وضمتزري بهذه أشخاص و hungari ومصادر ومناديتها لا تخطر فإنها لكي يبدو وإنها مقابل ح been with peace ومع ذلك فريدة لا تسد، 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 لكن، يعني ما شاك قطواناً أقوله، قرسكاً تعباه أكان طوالب استمرار رواطرة، جامعة قرسك، الظهر دي، الظهر دي، العسور دي تلاقش، أما الغرب دي، العشة دي تلاقش، نين فريدة لقن، سنت لها جرباً، أن، وسيسسانك سيرو دي وم قرسك، هذا وصلى الله وسلم على نبينا، محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله